ايه شباب عاملان ايه? وحشتقوني والله. عارف لو ما بطل عالقسمة كده ما بلاقش طلبة. يعني الدنيا صعبة قوي. انتو رزق فعل. وبنا يخليك يا رب واحمي. المهم الف مليون مبروك لكل الطلبة. تم اعلان النتيجة حالا هوت. وانا بسجلك فيديو شغالها هتبص عليها. بس اعاوز اقول لك حاجة. النتيجة على مي ومش على ابن الهيسة. زي ما كنت بتدخل ترفع الامتحان ونفس النظام بانك تعرف النتيجة بتاعته. يعني هتدخل عليهم بيجي بتاع صفحة الجامعة. وبعدين هتاخد الانزمة الالكترونية. وبعدين هتاخد نظام ابن الهيسة من درساته العليا يعني. وبعدين هتاخد الطلاب. هتظهر الصفحة بتاعتك على مي. اللي انت دخلت من خلاله الامتحان. هتظهر الصفحة بتاعتك. مع هتظهر الباسورد واليوزرنين بتوعك. هتدخلهم تاني عادي زي ما انت مدخلهم. وتعمل موافق. وبعد كده هتظهر لك القيمة بتاعت اللي هي الخدمة الالكترونية اللي مقدمها مركز تقنية له. جزيل الشكر مننا على الخدمة الالكترونية. هتلاقي في كود المادة واسم المقرر وحالة الامتحان. ديك الامتحان دي فين? في حاجة اسمها جدوى الامتحانات الاستثنائية. هي ايكونة كده جاء على اليمين كده. على اليمين. اسمه جدوى الامتحانات الاستثنائية. هتروح عامل عليه كليك. ساعة ما تعمل كليك هيفتح لك بقى المادة قدامها الكود قدامها اسم المقرر حالة الامتحان نتيجة الامتحان في اخر العمود اخر عمود خلاص يبقى هتشوف حالة الامتحان انت عندك خمس مواد هتبص على حالته معندك سبع مواد هتبص على حالته طب بس انا عاوز افاهمه لك بسرعة الحالة دي لو كتب لك باس معناه ان انت اكتازت خلاص يعني انا عندي سنة اولى مبادئ خرايط ابص قدامها لقى كلمة باس حرف البي يعني باس معناه اكتازة يبقى دي اول حالة لقيت عندك الخمس مواد بتوعك او الست مواد بتوعك كلهم باس يبقى انت كده تمام خلاص عديت بقى المستوى اللي بعدك كده طب افرض لقيت عندي حرف الاف فال معناه ان انت يعني مش عاوز اقول لك بقى ما اكتستش المادة يعني مش عاوز اقول لك فشلت في عملية الاجتياز حرف الاف او فال يبقى دي الحالة التانية هل ممكن يكون عندي مواد فيها حرف البي ومواد حرف الاف او باس وفال اه ان لقيتهم كلهم باس يبقى خلاص انت كده ان لقيت في مادة فيهم حرف الاف ده او فال معناه انك هتعيدها تاني خلاص طيب افرض طالب بقى عنده كلهم لقدر له حرف الاف او كلهم فال يعني كلهم فشل فيه اه الاجتياز هيعيدهم تاني هيعيدهم من غير فلوس ولا اي حاجة هننزل معاد وهقول لك النظام ايه بس احنا خلينا بس نخلص دي هننزل معاد وحيبقى فيه اه اختبار تاني وكل حاجة يعني يبقى من غير فلوس ولا اي حاجة وهنعمل نفس الشغل اللي احنا عملناه بس خليني مع الناس اللي هي تم اجتيازها للمقرارات خلاص كده طب الحالة التالتة يبقى الحالة الاولى انه باس انه هو طلع الحالة التانية انه الحرف الاف فيه حالة تالتة مفيش حاجة خالص هتليها بيضة البيضة دي معناها غياب يعني بس هم سايبينها بيضة خالص تمام يبقى انا عندي تلات حالات في حالة المادة الطالب يفتح المادة بتاعته فتحت مسلا اي مادة مسلا جغرافية سكان لقيت عندي باس يبقى انا نجحت فيها لقيت عندي فال يبقى انا الوقت ما كتستهاش لقيت عندي ابيض خالص الخانة بيضة خالص لاني كان في ناس غابت ما رفعتش امتحانها خالص ما دخلتش يبقى دول تلات حالات هتلاقيهم في المادة تمام كده خلاص طب يا دكتورة دلوقتي ده ما بيقصرش على تقديري يعني انا محتفظ بتقدير في الترم الاول يعني الناس مسلا اللي كان واحد طالع الاول في الترم الاول هيفضل هو الاول برضو طالع التاني هيفضل هو التاني طالع التالت هيفضل هو التالت جايب جيت جدا هيفضل بجيت جدا جايب امتياز هيفضل بامتياز جايب مقبول هيفضل بمقبول ليه لان الترم التاني ده مرحلة اكتياز فقط عشان الظروف اللي احنا فيها. يعني لا بيقصر على التقدير لا بالسلب ولا بالاجاب. حتى لو انت شيلت لقدر مادة هتمتح انا هنعمل مرحلة تانية لكل الناس اللي اللي غابوا او اللي ما رفعوش. يعني ما رفعوش خالص وغابوا او اللي تحطوه حرف الاف ده. دول هيتعملهم يوم تاني وحيدخلوا. وانحنا حصرينهم بالاعداد وبكل حاجة. والناس اللي اللي دخلت المقرر مرتين تحطوه حرف السي. يعني واخده تقدير جيد اللي دخلت الامتحان مرتين. يعني اللي دخلت التاني مرة. كده الامور كلها واضحة تاني اهو. بدخل على انظمة الادارة الالكترونية. وبدخل على النظام ابن الهيسم. الدرسات العليا. وبعدين حدخل على الامتحانات الاستثنائية. دي موجودة على اليمين خلص جدول الامتحانات استثنائية. هتعمل كليك. هيزهر لك كود المادة واسم المقرر وحالة الامتحان. وحيزهر لك نتيجة الامتحان. ظهرت دلوقتي حالا زي ما انا بقول لك. و الف الف مليون مبروك لكل الطلبة. معايا. مليون مبروك منه ده حسنين لكو كلكو ولادي حبيب. يبقى هنا نتيجة الامتحان. هتفتح. هتلاقي عندك اخر عمود. اخر عمود. اخر عمود. فيه الحالة. تاني باس. معناها انك تاست وخلاص ومفيش مشكلة ومع الف سلام مش هشوفك بقى للترمج جديد. طب افرض انا عندي حرف الف. معناها ان انا فشلت في دخول في الامتحان. ومعناها ان انا هعمل لك مرحلة تانية ان شاء الله اول ادارة الجامعة ما تبلغني. تمام. طيب وبعدين بعد كده لو الخانة فاضية. في حالة الخانة فاضية دي. معناها ان غايب. ان الطالب غايب. مجاش. تمام. برضو الحالتين الاخرين دول. الاف والابسنت دي او الغايب. حيدخلوا مرحلة تانية وهتعد كلنا المستوى اللي بعد كده. تمام. طب نقطة اخيرة بس بسرعة عشان الفيديو بقى بسيط وسهل. اه الناس اللي كانت الجي بي ايه بتاعها اقل من اتنين. يعني اخدوا اربع مواد. نجح فهم خلاص. هتطلع المستوى التاني. هتطلع المستوى التاني عادي برضو. ما فيش اي مشكلة فيه عندك. لو الجي بي اقل من اتنين انت خط اربعة. طب انا يا دكتور ناقس لي مواد. حاضر. بس مقسلك مواد مش هتدخل في الدور التاني ده. لان الدور التاني دول اللي بتقعد ترمي التاني بس. الدور التاني دول الناس اللي اللي هما ما رفعوش امتحاناتهم بس. يكون الجي بي بتاعه كان اقل من اتنين. وليه مادتين? ده لسه هتطلع المستوى التاني عادي. وبعدين نشوف بعدين هيبقى فهم ايه? لان ما فيش سمر لغاية الوقت انا بكلمك فيه ده. مفيش سمر لسه. ولو جد اي امور هقول لك. لان احنا لسه عندنا امتحان سنة ربعة يوم السبت. وربعة دول تمام هيبقوا معاهم مواد ده هيبقى لهم سمر. لو فتحوا سمر لربعة هيبقى فيه سمر لتانية والتالتة. بلس السمر ده للمواد القديمة متل المواد بتاعة الترمي ده. الدور التاني للمواد بتاعة الترمي التاني. الدور التاني للمواد بتاعة الترمي التاني. كلام واضح. اما السمر ده لو عملوا سمر اللي ربعا ان شاء الله هندخل فيهم تانية والتالتة اللي هم عندهم بعض المواد او اولى اللي عنده بعض المواد. والف الف مليون مبروك وشكرا جزيلا واشوفكم ان شاء الله الترمج جديد بازن الله والف سلام والف سلام.